تؤكد الجزائر على أن الوضع الإنساني الكارثي بالأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن التعامل معه بفعالية إلا من خلال وقف إطلاق النار لذا نجدد مطالبتنا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ومحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والصارخة للقانون الدولي الإنساني فعقلت دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين ليست سلوكات أو أخطاء فردية وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الإسرائيلي لقتل الأمل في نفيوس الفلسطينيين